دكتور ماجدة أبو فاضل حضرتك مديرة إعلام بلا حدود ويعني ركباء طويل بالتدريس تحديداً الإعلام والصحافة اليوم سؤالنا بهذه الحلقة عن الإعلام التقليدي والإعلام الجديد أنت قلت لي خلينا ما نسمي إعلام جديد شو بنا نسميه؟ هيدا هيدا تسميه غلط لأنه لم يعود جديداً هيدا إعلام صلوا على الأقل عشر سنين إذا مش ١٢ سنين وبعدين أنا جاي من منطلق مش بس تدريس وتدريب صحفيين بس أنا بنت المهنة فمن هل وجهة النظر هيدا بحس أنه يعني اليوم عم تقلي لي من وجهة نظر صحفية أي نعم يعني بقلك بكل فخر صلي أربع عقود ونيف بهالمهنة فلما بنتطلع على اللي عم بيصير إذا ما وكبنا العصر وإذا اللي عم بيدرسوا تعليق الإعلام والصحافة ما واكبوا لأنه الشباب عم بيواكبوا أسرع منهم صار عنا مشكلة كبيرة لأنه فيه تفاوت بالمستويات وما يدرس مش يعني مش عم بيراعي متطلبات سوء العمل لسوء الحظ طب اليوم يعني إذا بننقول أنه هيدا الإعلام التفاعلي ولكن هو بالنسبة للشارع دكتور ماجي داس جديد بمعنى هاي السنة والسنة اللي قبله الشارع استفاد منه لنقل الحقيقة لتغيير سياسي لتعبير عن واقعه وصار في فكرة المواطن الصحفي نعم كيف أثرت اليوم على الإعلام التقليدي هل هي بتنافسه هل الإعلام التقليدي استغل هيدا الإصاص معنى هو انتقائي صار هل وقع في مصيدة عدم مصداقية فيه كل هذه العوامل أولا نعم صار فيه منافسة من صحافة المواطن للإعلام التقليدي ما يسمى بالإعلام التقليدي لأنه في كتير من الأحداث الصحفي مش قادر يوصل ميدانيا يغطي الأخبار ومن جملة الأمثلة سوريا مثلا صعب جدا وكان فيه فترة مش سامحين للصحفيين أو إذا سمحوا لهم لازم يكون حدا عم يرفعون وبالتالي اضطر الإعلام التقليدي يستخدم ما ينتجهه الصحفي المواطن من تحميل فيديوهات على يوتيوب إلى تغريدات إلى تواصل اجتماعي وإما إلى ذلك لحتى يوصل الرسالة هل برأيك استخدمها برشد بذكاء بمعنى أم يعني ببراعة ببعض الأحيان أي نعم بس بأحيان تاني لأنه مرات بيصير فيه تهور وهون بدي نبه على شغلي يعني لما بيصلنا رسالة عن طريق تغريدة مثلا تويت أو شي على فيسبوك أو رسالة نصية أو إلى آخر هي بدنا نتأكد من المصدر مش دايما فينا نتأكد هون وسائل الإعلام التقليدية بتنبه المشاهد المستمع القارئ المتصفح أنه لم نتأكد من مصداقية هذا الخبر وهذه كتير مهمة لأنه فيه كمان تضليل من كل الجهات وهذا يعني لا مفر منه طب اليوم مش عارفين هو سؤال قديم صلنا كتير نسأله بس يبدو أنه لازم نرجع نسأله هل الإعلام العربي مستقل؟ كله ما هو حسب تعريفك لمستقل بس بالمعنى الغربي أنه يعطيك الحقيقة كل الحقيقة بس شو هي الحقيقة؟ ما هون كمان بدك تعرفي تعرفي عن الحقيقة بس بالمجمل لا لأنه أكتر الإعلام العربي موجه وشفنا عبر العقود أنه هذا إعلام رسمي استخدم من قبل الحكومات بطريقة قمعية ما في حرية على كل حال ما في حرية مطلعة ترجمة نانسي قنقر